السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مولانا الجميل الله يعز حضرتك وستاذ احب انا لها سؤال واحد بس ان الصلاة في المسجد ب27 درجة صح والصلاة في المسجد لا 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 خليني بس اقولك صلاة الجماعة ب27 درجة وانا اشرح لك الحجاة دي خليني اخد السؤال بتاع حضرتك وبعدين اقولك اشرح لك المسألة ماشي وبعدين احنا دلوقتي الصلاة في الحرب المكي بمئة الف صلاة طيب ليه هنا قال درجة وليه هنا قال عدد صلوات وهل عدد الصلوات دي تغني عن بعض الصلوات الفائتة طيب عجابة على حضرتك سؤال لطيف مع حضرتك الله يكا استاذ احمد خلينا نقول بس ان صلاة الجماعة بتفوق صلاة الفز ب27 درجة يعني صلاة الشخص في المسجد منفردا صلاة الجماعة في المسجد بتفوق 27 درجة صلاة الفرد الوحده في المسجد زي ما صلاته في البيت مع اهل بيته بتفوق صلاةه في البيت لوحده ب27 درجة لكن الصلاة في المسجد هي افضل بقى ليه؟ عشان السير في المسجد وعشان يزداد السواب كمان بكسرة بكسرة الجماعة festival وكمان 포ريط generations درجة ما لا يعطيه على الصلاة في البيت كل ده يعني اياه المقارنة مش بيار بين صلاتك في المسجد وصلاتك في البيت لا المقارنة اللي وهي 7 درجة هي المقارنة مبين صلاتك منفرد وصلاتك في جماعة لكن صلاتك في المسجد أعلى ولو صلت في البيت جماعة بتبقى أعلى منها صلاتك في المسجد جماعة بلا شك يبقى صلاة المسجد أعلى لوجود الجماعة ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر أن السبع الذين يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله رجل قلبه معلق بالمساجد دي مهمة جدا 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 وكمان اللي بيسير إلى المسجد خطوات واحتها تحطوا خطية والأخرى ترفعوا درجة ولذلك أنت وماشي في المسجد أنت وماشي في المسجد رسول الله أمرك أن أنت تمشي بإيه بتؤدة ليه وكأنك تتذوق حلاوة هذه الرحلة التي تخسلك وترقيق فلازم نفهم كل الأبعاد دي وإحنا بنقارن ما بين المسجد وما بين الصلاة في البيت وصلاة الفرد وصلاة الجماعة ليه بقى في الصلاة في المسجد الحرام ليه خلها بمئة ألف صلاة لأنه في الحقيقة ما بيقارنش ما بين درجات هو بيقارن ما بين مكانة الصلاة في الحرم ومكانة الصلاة في أي مسجد آخر أو في أي صلاة أخرى وهذا يجعلك تفهم أن ده المسجد لا يتعامل مع الدرجة ولكن يتعامل مع الصلاة سواء كانت بـ 27 درجة أعلى من صلاة الفرد أو بأي شيء لأن إحنا قلنا أن الصلاة في المسجد أعلى من صلاة الجماعة طب عشان يبين لك أن صلاة المسجد الحرام دي صلاة في أعلى درجات التفضيل في الصلاوات فقال لك أن هي أفضل من الصلاة مش بيتقاس بالدرجات وعشان كده عشان يبين لك المكانة دي سواء بقى كانت الدرجة دي 27 درجة أو كانت درجة لا ده هي أفضل من الصلاة اللي هي بـ 27 درجة فبتساوي 100 ألف صلاة وده أعلى ما يعطيه الله سبحانه وتعالى العبد فيه ما يتعلق بالصلاوات إذا نظلنا إلى قدسية المكان أرجو أني أكون وضحت لحضرتك فهنا القياس مش بالدرجة لأنه هنا التفضيل لمطلق الصلاة وليس التفضيل في المقارنة ما بين صلاة وصلاة لا ده بيان مكان هذا المكان المبارك وهو الحرم وعشان كده كانت بتقاس بالصلاوات مش بالدرجات